النهاردة محضرها وصفتين أحلى من بعض وأبسط من بعض بس عايز أقول لكم الوصفة الأولى ميكس رهيب ما بين شوية حاجات كده مع بعضها تتربط مع بعضها تدينا أحلى وصفة سمك هعمل إيه تفتكروا؟ هعمل حاجة مش بتعاوديين نحن نعملها بالطريقة قديمة هنعمل مقلوبة السمك وعايز أقول لكم إنها بجد هتعجبكم جدا مقلوبة عارفنا ليه مقلوبة الفراغ مقلوبة اللحمة المقلوبة الفلسطيني هنعملها النهاردة ولكن بسمك طب إزاي كده يا فيبا؟ تعالوا أقول لكم إزاي أول حاجة عندي هنا طبعا سمك في الإيه هنعملها بسمك في الإيه علشان نقطم كده على طول مع الرز مع الخضر ما عندناش وقت فسمك في الإيه طبعا مفهوش شوك خالص مفهوش السل بتاع السمك محتاج نص كيلو سمك في الإيه نص كيلو بس سميك هقطعه أنا معاكم طبعا هبهر واتبل السمك ده عشان يبقى طعمه حلو وكمان هروح بديله يعني كده تقليبة خفيفة في شوية ديق ونشع علشان يمسك نفسه طب محتاجة إيه بقى؟ محتاجة يا جماعة نص كيلو سمك في الإيه سميك مالح وفق في الأسود بابريكا وكمون كوركم مكاري ومعلاقة كبيرة بهارات سمك طبعا عصير لمون وكرفس وطب مفروم وخل أبيض ومحتاجة تاني الفلفل الحار ونتخطية السمك محتاجة إيه؟ محتاجة طبعا كباية زقيق ونص كباية نشا وهحتاج كمان صلصة زيت زتون زبدة ده بقى إيه؟ ليه الرز ده إيه للرز احنا كده خلصنا السمك طيب الرز بقى محتاج إيه؟ ماشي الرز محتاج معلقتين كبار صلصة زيت زتون زبدة ثلاث كباية رز مصري ومحتاجة بصلة مفرومة وهيه هنعمل بصل كشري هعرفين البصل الكشري؟ بالضبط هنعمل زيه ويبقى جاهز عندنا طب مفرومة عندنا بقى بتنجان شرايح تمام هنقليه عادي جدا كأننا هنعمل مسقعة عندنا طباطم دواير بصل كمان دواير بطاطس دواير ويه عندي فلفل رومي مقلي برضو دواير حلقات ويه بقى للتقديم البصل بتاع الكشري وكمان هنحط دبس رومان ويرشد بقدونس وكده يبقى آمين هتعجبكو قوي 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 ميكس رهيب بجد ومميز ومختلف وهي مش مؤتادة ان احنا نعمله اول حاجة هبدأها هي الرز علشان يستوي معي طبعا رز البصل دايما سوري رز الكشري دايما معروف انه هو إيه؟ ببصلة فانا برضو هعمله هنا بالبصل عادي جدا بحط الزيت عندي اهو طبعا رز مصري وهنزل البصل وطبعا هحمره وهبحره ماشي يبقى احنا كده حطينا البصل علشان نحمره علشان يدينا ايه؟ يدينا اللون الخطير بتاع الروز السمك اللي احنا متعوزين عليه اتفقنا اتفقنا طيب حط هنا مكعب زبدة كده هيديني طعم حتى لو مش معتدين عليه جربوه هيديكوا طعم محلو جدا واسيبها بقى وابحر كمان بالفلفل الاسود بالبابريكا والكامون ونقلب تمام كده ونسيبه بقى هيستوي طيب طبعا لابسها جوانتياتي واروح اجيب البلانشة بتاعتي علشان اقطع سمك بتاعي واقول قالوه يا ست ابتسام قالوه قالوه صباح الفل قالوه يا حبيبتي ازاي صباحك فل وهنا وسرور يا رب احب اصبح كل يوم حياتي ده انت بتنورينا وبشرفينا ربنا خليك شفتي وصلت المتح بتاعت ست مولدين برحبا اه ربنا خليها ربنا اديها الصحة يا رب انا عايز اعرف ايه الحب اللي ما بينكو ده احكيلي اه يعني تقولك القلب الصافي نعم القلب الصافي القلب الصافي ده فعلا ده فعلا يعني عمالة تحكي وتتحكي وتقولي بتسامي 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 بجد يعني يعني بجد بساطة جدا والله كل اللي بيكلموك ناس حلوين كل اللي بيكلموكي ماشاء الله كبار وصغيرين ده يكثر ان الستة الكبيرة بتقعد وتمسك التليفون عشان تكلمت اه والله ده شرف كبير لي اه عشان تعرف بس العظمة اللي انت فيها ايه حبيبتي لو والله ده انتو اللي جمال وقلبكو زي الفل عايز اقولك حاجة بقا اتفدلي طبعا بتعملي اكل حل وانحنا بنعمله ايه وبناكله وبندخن ايه عايزينك بقا تفتحين نصال الجيم بقا لن نأكل وبعد أني جي نخذ ههههه أنا عايزة اقولك ناس كتير قوية لما تقابلني تقول لي أحنا عايزين نعرف و وأنت مشتخينة زي بعد كل الأكل لأنت بنتمين بتبني دا قلتلهم بتعزِّب مشتخينة عشان بتعزِّب يعني أنا عموماً باكل و أنا وقفة هتقولي لي ليه لأ عشان مخدش راحتيه في الأكل ب بصي باكل وانا بعمل مليون حاجة تقوليلي ليه لا وانا حب بقى فاعمل الاكثر فلما تقلت عادي بيبقى ملكيس نفس اكل لا هو هيبقى ليه نفسه كل حاجة لا 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 والاكل حلو وخطير وكل حاجة بس انا لو قعدت مش هقوم الاكل هيبقى حلوة قوي وساعاتها هاكل كتير جدا ومش هعدي من باب القناة مستعودي تغرينا بقى ونقوم نجري نعمل ونتخل حياتي حياتي ربنا عيوني ونتقابل هناك بقى وايه بقى ونشتبهن بقى كلاسات ايه رأس بقى ونعمل اكل في النهاية اه 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 ونعيش بقى حبيبتي ربنا اديك الصحة يا حبيبتي بحبك من كل قلبي صباحك كل يا حبيبتي وصبح عالكل وعالجميع ويا ربي يريح بال وقلب الناس كلها يا رب امين يا ربي يا حبيبتي ايه الدعمة الحلوة دي يا ربي شكرا حبيبتي اكتفى فينا سالمين على البندقية بقى لها كتير ما كان انتهاش مين رانا؟ رانا حاضر دهبت عليها النهاردة مشغولة حاضر ميش هتكلمك اهيه ميش يا حبيبتي نورتينا طيب تعالوا بقى نضرب الحاجات دي كلها عندنا في الكبه يلا ادي الفلفل وادي القرفس يا جماعة كده خدوها قعدة اول ما اقول ان انا هعمل سمك يبقى لازم القرفس ده اساسي كمون وشوي البحارات حلوة كده بحارات السمك ويه الله اللمون وكالمعتاد الكمون والملح والفلفل الاسود والخل ونضرب كل ده في الكبه مين؟ ما اللطب؟ ايتن؟ الله انا بحب اسمه ايتن د Per atens اهلو يا ايتن؟ اهلو يا ايتن؟ ايتن؟ اهلو؟ ايوة يا ايتن ازايك؟ الحمد الله عملي ايه اخبارك؟ الحمد الله بتكلميني منين يا ايتن؟ متر يصون يا راجل يا اهلو ايش يا حبيبتي عندك كم سنه؟ اه اه. تسعة. تسعة يا روحي انتي يعني اكبر من ابني كده حبة صغير قوي. تالتة بتدائي? ايه. تالتة بتدائي؟ لأ تالتة اه. تالتة بتدائي صح? شفت انا عارفة ازاي. اه. قولة ليلي بتحب تسعدي ماما بقى في المطبخ وكده ولا بقى? لأ تحب يعلك لعجاز. لأ طبعا. ايه. تحب تسعديها? اه. تحب تعملي ايه? اه بحب بعمل اي أي حاجة معيها أي حاجة معيها؟ يعني تقف تعملي بيزة، تعملي كيك، تحب تعملي إيه معيها؟ الجبيزة الله عليك، أيوة كده، أيوة كده أنا عارفة هتقولي لي إيه؟ حاببتي أنا بسوطة ناس مال صوتك قوي حياتي آيتن، مرسي على مكلمتك الحلوة وسلامي الماما وأنا بدي فرحانة بيكي يا روح قلبي وأنا كمان فرحانة قوي حاببتي، حاببتي آيتن كلمينا تاني على طول نورتيني آيتن طيب، بصوا أنا هنا البصلة بقلي فيها كل شوية، حطيت زيت هنا علشان هقلي فيه السمك وهنا حطيت الخلطة بتاعتي كلها بتاع السمك وهضربها الله، إيه الريحة بقول لكو كده، في حاجات رحتها بتتكلم عنها، أنزل التدبيلة الخطيرة، وحط السمك بتاعي فيها، خلاص، وهي هقلبه، وعندي هنا دي ونشة زي ما اتفقنا، حطيت دي على إيه؟ الله، رحة التدبيلة رهيبة، ولونها طبعا، فطير، على فكرة السمك من الحاجات تحتاجش تدبيل قوي، يعني إيه؟ يعني، فحتاجش أن أنا أسابع في التدبيلة كثيرة، لأن أنا كده هخليها كلها بوهرات وتوابل، وهيضيع الطعم، ونقلي نص كيلو حلوة قوي، هيبصي مع الرز، مع الخضار، مش عايزة أقول لك هتلاقي الكمية عندك، ما شاء الله بقت إيه؟ فيها بركة، دايماً السمك كده بحيس أنه فيه بركة، بالشكل ده كده، أهو نحط كده، نبقى أنا تبّلت، صح؟ وحطيت البصلية علشان الرز، وقطعت السمك، وتبّلت بشوية التوابل اللي إحنا قلناها، وبعدين حطيت دقيق ونشا، ليه دي ونشا عشان يخليه مقرمش؟ مش هاي محتاج أنه هو يبقى مقرمش، ومسك نفسه كده، يا كيان، إيه الإسم الحلو ده؟ إيه الإسماء الجامدة دي يا جماعة؟ يا كيان أنا سمعيكي وسامع اللي عندك ألو؟ أي يا كيان؟ عملة إيه؟ الحمد لله أنت عملة إيه؟ أنا الحمد لله، لو أحبك قوي يا روح قلبي وأنا بحبك قوي بتكلميني منين يا كيان ما طوليش من التليفون زي آيتن؟ لا أنا مكلمت من التليفون برضو يا جماعة، إيش يا روح يا منوراني يا روح أنا منوري، ده أحبك قوي، باريش خالي لك ما كلمت كده إنتي كلمتيني قبل كده أنا فاكرة الإسم ده أيوة صح؟ طب كنت فين باية أستاذة؟ عندك غياب كده؟ عندي كنت معي من البحانات وكده يا روح قلبي عملت إيه؟ خلصتي؟ لا لسه والله خلصتي من الأربة خلصتي من الأربة حبيبتي بالنجاح يا رب انت في سنة كام؟ تانية دادي تانية دادي حبيبتي بالنجاح طب بني خلصتي طب إيه رأيكم نروح لفاصل ونرجع تاني استنونا واذا جانا لكم عندي البصلة تحمرت حلوة أوي هحط عليها الرز بصوا بقى لون الرز عندي اول ما حطه على البصلة المتحمرة مضبوط هيقلب عندي على طول رز صيادية اهو وكمان هحط عليه معلقتين كده صلصة اهيه وبس كده وحط كمان رشة فلفل اسود ورشة ملح اخيرة وندي تقليبة لكل ده معلقة الصلصة كده بتخلي لونه حلوة قوي قوي مع البصلة نحط لها بقى المية السخنة ونقول الوية شيرو الوية غيبة ازاي يا حبيبتي جاء ازايك يا حبيبتي عاملي اخبارك الحمد لله روح قلبي وحشاني يا حبيبتي وانتي كمان ربنا يخليكي يا رب عاملا ايه ولادك عاملين ايه كل حل الحمد لله دعواتك عشان الامتحانات بلق عددين ربنا معاهم يا حبيبتي ربنا معاهم يا رب يفرحك بيهم يا رب يفرحك بولادك وكل الناس تفرح بولادها يا رب امين يا حبيبتي امين ويخليكي ليهم يا حبيبتي ويخليك يا حبيبتي قوليلي قابلت جربتي تعملي مقلوبة سمك لا ما جربتاش قبل كده خاصي رابع اه اه اكيد اكيد كلامة يعني عاملاها اكيد حلوة حبيبتي ربنا بصي السمك كده لونه بيقول ايه وارمشته بصي شكله عامل بيه انا بيه وصفات هنا حلوة او ما شاء الله يعني ادور على اليوتيوب على القنق اه احنا عايز اقولك سمكة الهمور دي جبتها وفردتها وتببتها حتة تدبيلة يا نهر ابيض الشيء ما نساش طعمها خطير خطير صنية يعني في الفرن اه في الفرن نصاف كده ودخلته الفرن كان وهمي لازم بتجرب بيه اه سمكة الهمور واستبي بيبيان فريد كده اه ان عندنا دلوقتي في السوق دلوقتي موجود اه لا ده رهيب تحفة بصراحة اه 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 واحلى حاجة فيه ان هو كده يتعمل ويدخل الفرن حدوتة هو شبه يعني شبه سمكة المورجين بس على كبيرة اه بس يعني بس كبير كبير يعني بس كبير اه كبير كده يعني تحس كده ان هو في الاخر يعني شبه كده ايه البياط في كبره البوري في كبره كده يعني صح كده ايه فهيعجبك قوي اسلامي يا رب وتعيتي وتعملي يا حبيبتي اسلامي حبيبتي ربنا يخليك نية كل سنة وانتي طيبة كل سنة وكلنا طيبين ورغدة اللي ردت علي ربنا يكرمها جميلة حبيبتي ربنا يخليك يا شير لأ رحمة اللي ردت علي بس رغدة برضو اكيد جميلة ورانا واستاذة دينا كلهم حلوين ربنا يشميكو يا رب كلو ربنا يخليك يا حبيبتي نتحرمش منك كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وانتي طيبة يا حبيبتي وانتي طيبة بسوطة ناس مات صوتك انا بسوطة اكتر يا حبيبتي تنورتين يا راحي مع الف سلامة ورسو بقى برصص رقات الحلاوة لانا هنا بقى البوتنجان الرز بقى بيستوي عندي والسمك رقات حلاوة كده خلاص اخذ واحدة دي والفلفل بقى المقلي مع السمك بيبقى رغير نوزعه كده بس كده عملت طبقات ايه؟ عندنا هنا المقلوبة ناقص شوية الرز لازم الرز عندي يتشرب ويكون ناقص له بس حاجة بسيطة على التسوية يكون ناقص له حاجة بسيطة على التسوية خلاص ببدأ احطه ما بسويش الحاجة من اولها الاخيرها خلو بالكم لا يعني هبعمل الرز لوحده السمك لوحده طبعا وبعدين بطبق كل ده لكن من الاول ما بعملش ايه؟ الرز يستوي مع الخضار ودي انجح طريقة انا جربت كل الطرق دي انجح طريقة هتاخدوا من الاخر والحمدلله كل الناس اللي جربتها بجد قالولي يا بيبي احنا كنا قربنا نفقد الامل ان احنا نعمل مقلوبة حلوة بسبب ان احيانا الخضار يتاري الرز يستوي زيادة قوي او ما يستويش اصلا فقالولي افضل طريقة اللي احنا فعلا نسوي كل حاجة لوحدها تعالوا هطلع عندي هنا السمك في طبق ماشي لحد ما الرز عندي يتشرب بسو سمكية مقرمشة خطيرة وهرصصها طبعا كمان عندي هنا فيه الصنية بسو الترتيب طبعا انتو هتقلوا الاول البتنجان والبطاطس ممكن كمان ندخلها الفرن على فكرة البتنجان والبطاطس وما نقلهوش وتبقى صحية جدا ننزل بقى السمك ونقول قالو يا غادا قالو يا غادا قالو يا غادا قالو يا عامل ايه الحمد لله انت عامل ايه اخبارك الحمد لله انا كلمتك على فكرة قبل كده ايوه انا عارفة الصوت ده والاسم الحلو ده بس غادا بصي هقولك على حاجة ممكن تسمعيني من التلفزيون سوري من التلفون عاها حاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها وتى من شاء الرب Fuel حاهاهاهاهاها قالو يا غادا كنت هقولك حاجة ههم قال collab خالص ده علمات اللي وقت تعملي ايه وقبرك ايه انا سمع ليسه التلفزيون علي يا غادا مش هنعرفيك والله انا وطته وبعدت عنه والله ماشى حا لمشي يتهزت انت قويسة وليلي بتحبي أكلات السمك الجديدة الحلوة دي ولا بتحبي حاجة معينة في السمك والله أنا عمل سمك النهار